كسلوا المرايا لا تنظروا إلى إشكالكم افتحوا العقول فإن الله اشترط الدين بالعقل ومن لا عقل له لا يدخل في دين الله بل لا يحاسب حتى إنما هو ذلك العقل الذي هو خيط رفيع بين النبض والخفق زمنه ثانية يتقاسبها النبض والخفق فاجعل خفقك يسرق من نبضك لتستطيع أن تقرأ ما في ناصيتك أما الذي خفقه يسبق نبضه لا يدرك يقول الله وبلغت القلوب الحناجر لذلك وضع الله القلب في مكان بعيد عن الناصية ليدرك الإنسان ويكون يتحكم في زمن خفقه فأبطئوا خفقكم تقرؤون ما في هذه الناصية فهي المسؤول عنها أنت يوم القيامة ذلك الكتاب الذي سيفتح لك وسيشد ما فيه وستؤيده الأيدي والأرجل والأذان والأبصار فانتبهوا من هذا ما أجريه أريد أن أتحدث للناس ليفهموا أين العقل كل المخلوقات لها قلب ولها أذان ولها أثماع ولها دماغ لكن الحقيقة هو زمن رفيع بين النبض والخفق فاجعل خفقك يسلق من نبضك